هذه أبرز العناوين تصريح كبير من الفيفا على سفيان رحمي بعد تألوقه في أولمفياد باريس شيء لا يصدق ثلاثة أنذية كبيرة تقدم عرض للتعاقد مع سفيان رحمي بعد تألوقه مع المنتخب حجم المنحة التي سيتلقاها لاعب المنتخب بتأهلهم إلى دور النصف والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تصريح كبير من الفيفا على سفيان رحمي بعد تألوقه في أولمفياد باريس اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن سفيان رحمي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي دخل خانة أشهر الرياضيين المغرب الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الألعاب الأولمبية على غرار نول المتوكل المتوجة بميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أمجلس 1984 وهي شام القروج المتوج بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد أتينا 2004 ونوها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالمستوى الذي ظهر به سفيان رحمي مع المنتخب الوطني في أولمبياد باريس حيث أحرز إلى غاية الآن خمسة أهداف من أصل عشر أحرزها أشبال الأطلس في باريس وصار الهداف التاريخي للمغرب في هذه التظاهرة وقال الاتحاد الدولي ترك رياضيون مغرب مشهور بصمتهم في تاريخ الألعاب الأولمبية مثل عداء المسافة المتوسطة شام القروج أو الحائز على الميدالية الذهبية عام 1984 نوال المتوكل وإلى جانب هذه الشخصية الرمزية للمملكة الشريفة يجد سفيان رحمي مكانه الآن إذ يحتل المركز الأول في ترتيب هداف بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية وتبع الفيفا بفضل أهدافه الخمسة في أربع مبارية يمحو سفيان رحمي من السجلات الأهداف الثلاثة التي أحرزها أحمد فرص صاحب تلاتي رائع عام 1972 في أولمبياد ميونيخ واستعرض الاتحاد الدولي لإكرة القدم في فا تصريح للاعب سفيان رحمي يؤكد فيه ضموحاته الكبيرة في الألعاب الأولمبية في باريس وقال أريد الفوز بميدالية والحصول على لقب هداف البطولة وما يهمني قبل كل شيء هو المستهم بشكل كامل في النجاح الجماعي للفريق لأنه مصير مشترك شيء لا يصدق ثلاث أنذية كبيرة تقدم عرض للتعاقد مع سفيان رحمي بعد تألقه مع المنتخب أكدت صحيفة لكيب الفرنسي اهتمام ثلاث أنذية أوروبية كبيرة بخدمة لعب الدولي المغربي الموهوب سفيان رحمي ويأتي هذا الاهتمام بعد المستوية الرائعة التي قدمها رحمي مع المنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتوج هدافا للبطولة برصد خمس أهداف إلى الآن الأنذية المهتمة برحمي هي أولمبيك ليون الفرنسي وفياريا للإسباني واشتوتغارت الألمانية وتسعى هذه الأنذية لضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع نادي العين الإماراتي الصيف المقبل يذكر أن سفيان رحمي البالغ من العمر 28 عاما حقق العديد من الألقاب مع نادي العين منها دور عبطال أسيا عام 2024 والدور الإماراتي وكأس الرابطة المحترفين عام 2022 وتقدر قيمة التسويق بحوالي 8 مليون يورو وفق لموقع ترانسفير ماركت حجم المنحة التي سيتلقها لاعب المنتخب بتأهلهم إلى الدور النصف كتب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم فصلا جديدا في تاريخ الكرة المغربية وذلك بتأهله إلى دور النصف النهائي من منافسة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 وحقق أشبال هذا الإنجاز التاريخي بعد فوزهم الكبير على المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة شهدت سيطرة مغربية شبه كاملة وبهذا الإنجاز يكون المنتخب المغربي قد ضمن حصله على منحة مالية قدرها 15 مليون سنتيم وذلك وفقا للسلم المنح الذي وضعته اللجنة الأولمبي الوطنية هذه المنحة تعد حافزا كبيرا للاعبين للاستمرار في تقديم أفضل ملديهم وتطوير مستوياتهم صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية مواجهة المغرب في الأولمبياد فرصة للانتقام لما حدث في مونديا القطر تناولت بعض الصحف الإسبانية مباراة المنتخب المغربي ونظره الإسبانية في نصف نهائي كرة قدم الرجال في دورة الألعاب الأولمبيا باريس 2024 معتبرة إياها فرصة للانتقام لما حدث في تمن نهائي كأس العالم قطر 2022 وتحدثت صحيفة موندو دي بورتيفو عن موعد المباراة المرتقبة بين المغرب وإسبانيا وعنوان التقررها الانتقام لما حدث في مونديا القطر في إشارة إلى رغبة المنتخب الإسباني في تدارك هزيمته أمام أصول الأطلس بركلة الترجيح في تمن نهائي كأس العالم قطر 2022 وتبعت الصحيفة وصفها لاستدام المنتخبين في نصف نهائي أولمبيا باريس شاءت الأقدر أن يلتقي منتخب إسبانيا والمغرب مرة أخرى في بطولة كبرى هذه المباراة ليست فقط من أجل المنافسة على الميدالية الدهبية بل ستسمح لإسبانيا بالانتقام لما حدث قبل أقل من عامين في مونديا القطر يشار إلى أن مباراة المغرب ضد إسبانيا ستجرى يوم الاثنين المقبل إن شاء الله على الساعة الخمسة عصرا بتوقيت المملكة المغربية على أرضية ملعب فيلدروم الخاص بنادي أولمبيك مرسلية الفرنسية المهدي موهوب يحقق رقما قياسيا في الأولمبياد وصل المنتخب المغربي الأولمبي تألقه في دورة الألعاب الأولمبيا بباريس حيث حقق إنجازا جديدا على المستوى الجماعي والشخصي وتمكن المهاجم المغربي مهدي موهوب ألاعب نادراجة رياضية والمنتقل حديثا إلى دينامو موسكو فبعد مرور 24 عاما أصبح موهوب أول لاعب من الدورة المغربية يسجل هدفا في الأولمبياد وذلك عندما هز شباك المنتخب الأمريكي من نقطة الجزاء في الدقيقة الواحدة والتسعين ليرفع رصد المغرب إلى أربعة أهداف وبهذه الطريقة أعاد موهوب إلى الأدهان ديكرا الحسين أرشل الذي سجل هدفا ممثلا في أولمبياد سيدني عام 2000 الجذر بالذكر من جميع الأهداف التي سجلها اللاعبون المغرب في أولمبياد أتينا 2004 ولندن 2012 كانت من نصب اللاعبين محترفين المحمدي نريد الفوز بالميدالية الدهبية عبر حرس مربا المنتخب الوطني الأولمبي مونير المحمدي في تصرح لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن اعتزازه بأداء اللاعبين موشيرا إلى أن هذا الجيل يريد الفوز بالميدالية الدهبية وأكد المحمدي أن حضر الجمهور المغربي أساسي في هذه الدورة وتوجده بكتفة يذكرني بموندي القطر وفي الأخير أصر مونير المحمدي على دور الأنصار في دعم الفريق ليصل إلى المبتغى المتمتل في الصعود إلى منصة التتويج موسيقى 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 موسيقى